السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكل إخواتي أهلا وسهلا بكم جميعا وتحية من قلبي تلمس قلوبكم الطيبة النقية بإذن الله أهلا وسهلا بكم جميعا في الحقيقة النهاردة وصفتنا للناس الكسلانة طبعا الشيطة داخل بقى وإيه الناس كسلانة خالص يعني الناس كسلانة بإضافة اللي فيه الناس كسلانة أصلا فيعني الكسل مع الكسل يعني ولدوا انفجار من الايه من الكسلان خالص فالنهاردة أنا لا إله إلا الله فالنهاردة أنا جايب لك يا ست الكل وصفة جميلة جدا ولا تحتاج تعملي أي حاجة خالص مفيش أي حاجة خالص بس الصراحة وصفة قوية جدا هتخلي شعرك ده قوية هتمنع التساقط وفي نفس الوقت يعني الهيشان مفيش هتفرط شعرك والله هتفرط شعرك وفي نفس الوقت حاجة علاجية مية في المية والناس أصحاب المشاريع انتوا ليكوا عندي كلمتين في الجون كلمتين في الجون أرجوكوا أعودوا اسمعوا لإن أنا هقول لكم على حاجة يعني مفتاح للمال اسمعيهم كويس جدا يلا بينا نخش يلا بينا هنقول اللهم صلي على سيدنا محمد والله هم احسن ما بين أيدينا وصلي على سيدنا محمد حبيبنا ونبينا وشفعنا والله هم اكرم كل من يضع لايك لنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بص يا ست الكل أنا يا ست الكل الناس الكسلانا كده أنا مش عايزك ولا تعملي أي حاجة أنا عايزك تعملي حاجة واحدة بس هتخش المطبخ سهلة هتخش المطبخ وتروح الفتحة الدرجة عندك وتروحي جايبة بزور الكتان سهلة هي ما فيش تعب ما تعبناش خالص وهنروح نجيب بزور الكتان هي شايفينها هناخد منها هتجيبي حلة وناخد منها معلقتين ونحطها على النار بس كده مش عايز أكتر من كده بعد كده هنعمل هي هتروحي مصفيها وجايبها ومطلعها بالشكل اللي انت شايف عاسل ومتعبتيش النار هي اللي عملت وحضرتك صفتي البزور الكتان وحطتي هنا كده عسل صحي كده طيب خلي بالك بقى من حاجة احنا صفنا بزور الكتان وحطنا كده ده الباقي ده بزور الكتان بعد ما صفناه هنعمل ايه بقى يا ست الكل ده شايفة ده قوعة رميل والله عليك قوعة رميل شايفة ده ده انت ممكن تعملي اعادة استخدام واعادة تدوير ممكن تستخدميه كمان مرة للبشرة ممكن تستخدميه كمان مرة للشعر لو احنا شايفين ده لو احنا مسلا تحناه تاني او مسلا غاليناه تاني وحطناه مع معلقة نشا وحبت زيوت وحطناه على الشعر في الأسبوع اللي بعده حاجة رهيبة ولو احنا مسلا حطناه مسلا على البشرة جبنا ميت لبان دقر وحطناه هنا وغاليناه شوية كده وعملناه جل وحطنا عليه لبان حبت لبان دقر وعلى البشرة حاجة رهيبة فارجوك يا ست الكل شايفين ده وترموش والنبي لان ده حاجة خير لك يعني فده نركن بقى كده على جنب وهنجيب الأمر والعسل والحلو ده هنعمل ايه حلو عندك طبعا هتفتحي كده الدرج الدرج عندك كده وهتدوار الدوار 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 كده وهتلاقي عندك حمام كريم صحي كده هاتي حمامي كريم وحطي معايا هنا يا ست الكل معلقتين تلاتة كده في مشكلة تعبتي والنبي تعبتي ما تعبتيش ما تعبتيش اهو بصي وقلب قلب 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 احلى بصي تقليبك اهو اهو هنسكوت قوعد سكوتي والنبي قوعد سكوتي اللي احسن احنا النهاردة هنعمل حاجة بجد خرافية فوق الخيال وفوق الوهم كده هتقلبي كده ولو انت عندك مضرب بقى مالش هتقل عليك هتروح جايبا ايه المضرب بقى كده وطحناهم في بعض هتبقى حاجة ايه لذيذة وجميلة خلاص احنا كده ايه ضربنا في بعض هنعمل ايه هنروح جايبين بقى اخر زيت احنا عملناه اللي هو الزيت ده الزيت ده من اقوى الزيوت اللي ممكن تعملوها اللي هو ايه ده قد تعاملوا زيت بزور بزور الكتان مع ايه حب الرشاد ارجعوا اخر فيديو مهم جدا واتفرجوا عليه الناس اصحاب المشاريع تنتبه معايا شوية افضل مشروع تقدر تعمليه هو زيوت تاني افضل مشروع تقدر تعمليه هو الزيوت ده اللي هيبين بعد كده ده اللي هيجيبلك فلوس كتير قوي طيب هتروح تجيبي اي زجاجات فضية من العتبة او الموسكي وهتعملي ديك يعني خلي ديك ايه شكل معين ايه شكل معين يعني خلي شكل معين ويبقى ثابت على طول هتجيبي بقى الزيوت ده اهو شايفين الزيوت ده اللي وحف راجع عليه لانه مهم جدا اي زيت مشكلة اي زيت انت تقدر تعمليه لو احنا عملناه مثلا بزيت الزيتون لو انت عملته بزيت الدرة مشكلته في ايه الريحة بتاعته انا هحللك الريحة لان معظم الناس يقول لك طب انا هحط ريحة ازاي طب انا ايه يعني ايه الزيب مثلا عايزة حطله ليه حتى بمدة الصراحية بتاعته يا ستي لو انت حطت الزيت ده مدة الصراحية بتاعت اي زيت عشان بس تكوني عارفة من ست لتمن شهور تسع شهور انت ما بتعملش فرح ابن العمدة يعني انا مش عايزك تعملي فرح ابن العمدة عايزك تدوري على الازايزة الصغيرة اللي هي تقدر تقعد عند الناس مثلا ايه حوالي شهر او شهرين بحيث ان يكون سرعة العجلة بتاعة الرزق بتاعك شغلة لكن لو انت اديتيهم مثلا حاجة كبيرة زيزة كبيرة يعني وعبال ما هتخلصها انت هتكوني يعني يعني خلاص فهم علي ولا مش فهم علي يعني هاتي ازايز زغيرة بحيث ان يكون سرعة الطلب عليك كتيرة يعني اقل حاجة مثلا لو انت يعني اقل حاجة اقل حاجة مثلا خمسين ميلي حلو جدا خمسين ميلي زي الزغيرة دي ابتلي ايه يعني ابتلي اشتغلي في النفس الحجم ده طيب نرجح تاني لما رجوعنا انا هنا عايز اعطر الزيت ده اعطره ازاي عارفة الازايز بتاعة زيت فاتيكا والكلام دوت هاتي وحطي منها هنا يعني على سبيل المسال هاتي زيت فاتيكا باللوس حطي منه هنا حطي منه على الزيت اللي انت عملتيه هيطلع معاك عشرة على عشرة الريحة بتاعتو هتطلع معاك عشرة على عشرة وفي نفس الوقت بيبقى فيه مادة حفظ فيحفظ دي ايه الزيت بتاعي حلوة ملعوبة يلا يلا عايز بقى واحد في المية من اللي انت كاسباه بس واحد في المية دعاء يعني على كل الف عميل كده وعلى كل عميل عايزك تدعيلي دعوة خلاص كده طيب يبقى زي ما اتفقنا قلنا فترة الصلاحية ممتدة معاك ولو احنا جبنا اي زيوت من برا اللي هو زي زيت فاتيكا حطيته هنا انا هستفاد بحاكتين هستفادت لنا هزود مدة الصلاحية تاني حاجة هستفاد بالايه بالريحة ما هستفاد بالايه بالريحة طيب يبقى انا هجيب ده كده هو وايه هبدأ احط الزيت بس الزيت عامل ازي يا جماعة روعة شوفوا بس روعة زيت بزور الكتان خيالية خيالية طيب هنفضل بقى نقلب بقى كده هو معنا كده هو اللي انتو شايفين والحلويات دي كده هو هنفضل نقلبها وبعد كده نعمل ايه بقى يا جزيت الكل ترفعيه على شعرك على يعني ترفعيه على شعرك كحمام زيت قبل لما تخش كده للاستشوار عندك تروحي واقضة كل الكلام ده حطاه على رأسك وموزعه بالمشتر خشب وشوف الحلاوة وشوف الجمال وشوف الدلال والدلع اللي اتمنع ده بقى انا النهاردة دلعتك ودلع اللي اتمنع زي ما بتقول راشا كده اخليه على شعري قد ايه اخليه على شعري يعني ساعة يا ستي ده انتو تبقى كريمة ساعتين ده انتو تبقى عسلية لو حطته تلاتة يا سلام ده شعرك يطلع يزغرطلك ويتعينيك يقولك ده انت عملت اللي وسهلة جدا وتحياتي لكم وشوفكم بقى الف خير وصحة وسعادة وعفية تحياتي لكم جميعا